كشف وزير العدل حافظ الأغتامة طيب لوح على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة أن مصدقة أعضاء الغرفة العليا على مشروع قانون العقوبات المعدل والمتمم هو بمثابة خطوة نوعية لتدعيم الترسانة القانونية لمحاربة الإرهاب أحمد مادني رصدتان إننا اليوم مجلس الأمة صدقة على قانونين هامين قانون الأول هو المتعلق بتعديل وتتمين قانون العقوبات وهو يدعم ترسان القانونية في اتجاه واضح بالنسبة لبلادنا وهي محاربة الإرهاب مسألة القانون الثانية هو متعلق بالبسمة الوراثية هذا أول تشريع أول تشريع في الجزائر منذ الاستقلال ينظم استعمال البسمة الوراثية وحول تدعية قرار صاحب مجمع سيفيتال ترحأسه من مجمع الخبر في البورسة رفض وزير العدل حافظ الأغتامة طيب لوح تعليق على القضية موضحا أن العدلة هي المخولة قانونا في البت في مثلها هكذا قضايا كل ما هو مطروح على القضاء لما تطرح القضايا على القضاء فلا يسمح لي لا الدستور ولا القانون ولا لكم التعليق ونبقى في قطاع العدلة حيث وقضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة الأعدام في حق الإرهابي ترزوت تأييد عطل الله النشط لفيدة الجماعة الإرهابية المعروفة بحماة الدعوة السلفية بمنطقة تيغوريا بولاية تيبازا والمتبع بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة هدفها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو عدم الأمن والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بحمل السلاح الظاهر الاختطاف وجنحة حيازة السلاح وذخيرة بدون رخصة كما أدنت المحكمة 15 متهما في نفس القضية بثلاث سنوات حفص نافذة وثلاث سنوات غير نافذة في حق 27 متهما آخرين بتهمة تمويل وتشجيع جماعة إرهابية مسلحة مع تبرئة ساحة ثلاثة متهمين وإصدار قرار بانتقاء وجه الدعوة في حق أربعة أشخاص وفتهم ألمانية وصدرت الأحكم بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة الحفص تروحت بين الإعدام لعشر سنوات حفصا نافذة